أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة المؤمنون مكيه سورة المؤمنون مكيه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغب معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم خير ملومين فمن ابتغى براء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا الإظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنسلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإننا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبط بالدهن وصبغ للآكلين وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِلَ عِبْرَحْ نُسْقِكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ هارا يولي نعو هارا يولي نعو هارا يولي نعو ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا للمشاهدة 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 ولكم ولكم